المستشار النمساوي يدعو لمراقبة الاتصالات بعد أحباط هجوم في فين وزير الداخلية يؤكد استمرار التحقيقات في قضايا الإرهاب كبار السياسيون ينعون السياسي والمعماري ريشارد لونر بنوك النمسا تحقق أرباحا استثنائية لعام 2024 السكن في فيننا الأرخص أوروبيا فيما يتعلق بالإيجارات وأخيرا فيننا تحيي ليلة الأسواق الطويلة في الثلاثين من أغسطس مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أعلن المستشار أن يمساوي كارني هاما عن ضرورة منح أجهزة المخابرات صلاحيات أكبر لمراقبة الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة وذلك بعد إحباط هجوم كان يهدد حفل نجمة البوب الأمريكية تيلور سويفت في فيننا وشدد نيهاما على ضرورة تحديث القدرات التقنية للأجهزة الأمنية لتواكب تطورات الإرهاب والجريمة المنظمة مع ضمان احترام حقوق الأفراد تحت إشراف قضائي وأنكر المشتبه به الرئيسي كل التهم المنسوبة إليه كما نفأ أن يكون من أنصار التنظيم واستغرب المتخصص في خدمات الاستخبارات من إلغاء الحفلات وأن المخاطر تم تقييمها بشكل مبالغ فيه وأن الحفلات كان يمكن أن تعقد بشكل طبيعي أعلن وزير الداخلية نمساوي جهرد كانر أن الداخلية تواصلت تحقيقات المكثفة بعد أحباط خطط محتملة لشن هجوم على حفل تيلور سويفت في فيننا وأوضح كانر أن التحقيقات تشمل تحليل البيانات من الهواتف المحمولة وجهات الاتصال كما أشار إلى الحاجة إلى طرق مراقبة حديثة موضحا أن مشروع قانون بهذا الشأن قيد النقاش مع حزب الخضر ولم يؤكد الوزير التفاصيل المتعلقة بتقارير إعلامية حول موظفي شركة أمن كانت مسؤولة عن حماية الحفل ورحب بفكرة إنشاء نظام إلزامي لمراجعة أمان موظفي الفاعليات الكبرى معتبرا إياها قطوة جيدة ومعقولة مع الرئيس النمساوي أليكزاندر فاندا بيلن والمستشار كال نيهاما وعمدة فيننا وفاة السياسي والمعماري البارز ريخرة لوجنر الذي توفي عن عمر يناهز 91 عام بعد صراع طويل مع السرطان وأعرب الرئيس فاندا بيلن عن حزنه العميق مشيدا بإسهامات لوجنر الكبيرة في مشاريع البناء والتشييد وفي دعم الثقافة من خلال رعايته لدار أوبرا فيينا وكان لوجنر قطر الشح للرئاسة النمساوية في عامي 1998 و2016 وأيضا في انتخابات المجلس الوطني عام 1999 مع تحقيق نتائج محدودة ويذكر أن لوجنر نفذ بناء المركز الإسلامي في فيينا من خلال شركته والذي افتتح عام 1979 سجلت البنوك النمساوية أرباحا استثنائية قدرها 3.4 مليار يورو في الربع الأول من عام 2024 متجاوزة أرباح الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لبيانات البنك الوطني النمساوي وأوصى معهد مومنتوم بفرض ضريبة على هذه الأرباح المرتفعة مشيرا إلى أنها يمكن أن تساهم في تقليص العجز في الميزانية الحكومية إلى أقل من 3% وأظهرت نتائج نصف السنة للبنك النمساوي وبنك بافاك ومجموعة إرستا تحقيق أرباح غير معتادة مقارنة بالسنوات السابقة وأكد الاقتصادي ليونارد يوغلينغ أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة أثر بشكل مباشر على هذه الأرباح داعين الدولة لفرض ضريبة للحد من الآثار السلبية تصدرت النمسا قائمة الدول الأوروبية من حيث ارتفاع أسعار الشقك الجديدة حيث يبلغ متوسط سعر المتر المربع حوالي 4920 يورو متفوقة على فرنسا بـ 4538 يورو وألمانيا 4700 يورو ووفقا لدراسة شركة ديوليت تعتبر فينة ميسورة نسبيا مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى مثل باريس حيث يصل السعر إلى 14900 يورو وميونيخ 10900 يورو ولندن 8018 يورو كما تفوقت فينة في أسعار الإيجارات حيث يبلغ متوسط الإيجار 10.5 يورو للمتر المربع بينما تصل الإيجارات في لندن وباريس إلى 33.8 يورو و30.6 يورو على التوالي أي أكثر من ثلاثة أضعاف الأسعار في فينة تفتح أسواق فينة السبعة عشر الشعبية أبوابها حتى الساعة الحادية عشر مساء في ليلة أسواق فينة الطويلة يوم الثلاثين من أغسطس بعد نجاحها العام الماضي الذي شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر وتستضيف الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة للعائلات بما في ذلك عروض الإضاءة والطهي وعروض الكلاب وألعاب للأطفال بالإضافة إلى 120 ساعة من العروض المتنوعة حيث يمكن للزوار زيارة متحف إدارة السوق في فلوريس دورف مجانا طوال الليل وسيحصل أول ألف زائر على هدايا مميزة كما يمكن لمن يزور سوقين على الأقل المشاركة في سحب الفوز بمئتي سلة هدايا كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة